ما زالت سلطة الوطنية الفلسطينية متمسكة في قرارها عدم استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أذناء زيارته إلى المنطقة يأتي هذا في ظل استمرار التحضيرات الفلسطينية لعقد جلسة المجلس المركزي وسط توقعات باتخاذ قرارات فلسطينية تتعلق باعتراف السلطة بإسرائيل ومراجعة الاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها اتفاقية أوسلو بعد رفضها لقاءه في مرتين سابقتين أكدت السلطة الفلسطينية تمسكها بعدم اللقاء بنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والذي من المقرر أن يزور المنطقة في الفترة ما بين العشرين والثالث والعشرين من الشهر الحالي وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في وقت أكدت فيه السلطة أن رفضها للقاء بنس لا يعني أنها تخلت عن موقفها من عملية السلام في المنطقة واضح أن هناك تصعيد مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بعدم استقبال نائب الرئيس الأمريكي في جولته هذا الشهر لكن حدود هذه المواجهة أيضا مرهون بمدى الدعم العربي والإسلامي للفلسطينيين ومدى الاستعداد على دفع ثمن هذه المواجهة رفض السلطة لقاء نائب الرئيس الأمريكي يأتي قبيل انعقاد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي من المقرر أن يُعقد في الرابع عشر من الشهر الحالي وسط توقعات أن يتم الإعلان في اجتماع المجلس المركزي أن فلسطين دولة تحت الاحتلال في الوقت ذاته أكد صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه بالإضافة إلى إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال سيتضمن الاجتماع إعادة النظر في العلاقات كافة مع إسرائيل محطة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني تعتبر محطة هامة في سياق تعطيب فلسطيني وفي سياق أيضا كافية مواجهة القرار الأمريكي وقرار رئيس ترامب باعتبال خصاصة الاحتلال ونقل السفارة والإجراءات العقابية التي تخذها والتلويح بالتهديدات وأيضا استفادت الاحتلال من هذه الأجواء في عملية تصعيد أدوانها هذا ويعتبر الفلسطينيون أن انعقاد المجلس المركزي هو فرصة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتصويب الأوضاع لإعادة بناء وهيكلة مؤسسات الدولة الفلسطينية لا تزال السلطة الفلسطينية مصرة على موقفها الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم استقبال نائبه رفض يأتي قبيل أيام من انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير والذي من المتوقع أن يتم الإعلان فيه بأن فلسطين دولة تحت الاحتلال من مدينة رام الله عبد الرحمن الكحلا آي 24 نيوز